ايجي والشاحن ده. اول حاجة الشركة المصنعة. شركة مين المصنعة بتاعتنا دلوقتي؟ شركة اي بي بي. طيب. في نوع اسمه تاك دابليو سيفن تي زيرو. ده الموديل بتاعه من شركة اي بي بي. احنا لا يعنينا اسم الموديل الاوي. تمام? المهم اسمه تيرا اي سي وول بوكس. وول بوكس. يعني ده هيركب على الجدار اهو. ده هتركبه على الجدار وتاخد منه الكابل اتروح رايح على السيارة الكهربية. فده وول بوكس طيب. فده وول بوكس طيب تو. احنا قلنا في عندي السوكت في طيب وان طيب تو وطيب سري وطيب فور. فاحنا قلنا اللي مستخدم هنا عندنا في السعودية بقى طيب تو. احنا في الشراحن طيب تو. سينجل فيز. او عنوه في الاخير عبارة عن سوكت مخرج. سينجل فيز. اهم حتة بقى في الشغل انا كلها. الشاحن ده كم امبير. هو ده اللي انا عايز اركز عليه. الشاحن من اي بي بي اللي هو بالموديل ده 32 امبير. يعني ايه 32 امبير? يعني اقصى تيار يمكن سحبه من هذا الشاحن 32 امبير. تاني تعريف ال32 امبير هو هيسميه في الاخر شاحن من اي بي بي 32 امبير. يعني اتنين وثلاثين امبير يعني اقصى تيار يمكن سحبه من هذا الشاحن اتنين وثلاثين امبير. اي حد هتروح تلاقيه هتطلق حاجة بسموها جنرال انفورميشن. يعني ايه جنرال انفورميشن؟ يعني معلومات عامة عن هذا الشاحن. اكستينديد برودكت تايب. نوع في اي بي 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 سموه ايه الشاحن؟ ده بي سموه تاك دابليو سبعة تي زيرو. ده الموديل اللي بتاعه. طب الاي دي الديفينيشن بتاعه او التعريف بتاعه. اهو برودكت. يعني انت لما تروح لو انا كمهندس عايز اشتري من اي بي بي هقول له والله انا عايز الشاحن ستة ستة اهو ستة اي جي سي زيرو تمانية واحد اتنين سبعة. ده البرودكت بتاعه. اي بي بي طايب ديستينيشن. او ديزاينيشن. ديزاينيشن دي اللي هو التصميم. فيه نوع في اي بي بي اسمه تيرة. فتيرة دي هتلاقي تيرة منها تيرة اي سي وتيرة دي سي. فهو بيسم المنتج تيرة اي سي. يعني الشاحن بتاعنا شاحن تيار متردد. طيب. وبعد كده الاي اي ان ده برضو رقم خاص باي بي 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 دي لك زي رقم المنتج. سيريال نامبر للمنتج داخل اي بي بي. بعد كده alternative product reference برضو الرفرنس بتاعي دي كلها ارقام يعني خاصة باي بي بي بس. لما تيجي تدخل على اي شركة تانية هتلاقي الارقام دي مختلفة حسب الموديل وحسب الطيب بتاعه. طيب. بعد كده هيجيب لي alternative product reference. الرفرنس بتاعه. ده اهو. لانا كن عايز ارجع من اي بي بي جوة عندهم في الديتا بيس بتاعتهم الرفرنس بتاع الشاحن ده كزا. الكتالوج description خلاص. هيحط لك كل المعلومات اللي كانت فوق دي. هيحطها لك في description. يعني ايه? يقول لك تاك سبعة تي زيرو. تمام؟ ده البراند كامل. طيب هو من النوع تيرا اي سي. طيب التيرا اي سي دي ما له. ده عبارة عن والبوكس. يعني هو بوكس يركب عالجدار. من النوع وان ولا تو ولا سري ولا فور. لا ده طيب تو. هو عبارة عن سوكت. والسوكت ده هياخد سينجل فيز. يعني امتين وعشرين فولت اي سي. طيب الانبير كام من الاخر اتنين وثلاثين امبير. ده الديسكريبشن بتاعه. فيه حاجة بيسموها اللونج ديسكريبشن. هتلاقيه ايه? كاتب نفس الكلام اهون. ده بيسموه اللونج ديسكريبشن. هو هو نفس الكلام. كاتبه فوق كاتبه تحت. فده في الكتالوج وده في الديسكريبشن العادي بتاعه. المهم ان الكلمات دي جنرال انفورميشن. مش تيكنيكال داتا قوي. هي عبارة عن بيانات خاصة بالشركة المصنعة لهذا الشاحن. التكنيكال بقى هنا. التكنيكال. الافي كوننكتور. بيقول لك النوع ده مش ملزم بان انت يركب معاه مخرج. يعني انت تشتري الكابل لوحده. هو ده مجرد جسم الشاحن. وانت هتشتري الاوتلت لوحده. او الكابل الاوتلت لوحده. فبيقول لك هنا لو انت مثلا هو الشاحن مرتبط. يعني انا ممكن اجيب. كأن الجزء ده سوكت بس فيش في الجدار. وانت تركب الكابل براحتك. فهو بيقول لك ان ده ما معهوش كابل. طيب النوع ايه هي اصلا سوكت واحدة بس. وان بيس. تيار متردد. ايه سي من النوع طايب تو. يعني هي يعني الحتة دي كأنها هي يا اخوانا. كأنها فيش. يعني الجزء ده الشاحن ده كأنه فيش. طيب. الاوتلت باور. ايه سي. الباور بتاعته التوتل دايما اي شاحن بيقدر بالكيلوات. فده سبعة كيلوات. يعني انت لو رجعت. لو رجعت هنا في التصنيف. اهو انا كتب لك مثلا اي بي بي سبعة واربعة من عشرة. او سبعة. واثنين وعشرين. واربعة وتسعين. ده من اي بي بي. فهو بيتكلم على ان هذا الشاحن. قدرته سبعة كيلوات. يبقى الاوتبوت باور هتلاقي اي شاحن لازم تشوف الباور كام. لان انت كده كده لو انت عندك الباور تقدر تطلع التيار. لان هو بيقول لك ده اي سي سنجل فيز يعني متين وعشرين. يعني تقسم سبعة كيلو. يعني سبعة تلاف. هناخدها الحسبة دي ونحسبها مع بعض. سبعة تلاف على متين وعشرين. يطلع لك كم امبير تقريبا. تمام? فهو انا لو خدت هنا اهو. كالكوليتر. هذه السبعة كيلو يعني سبعة تلاف. سبعة تلاف. على متين وعشرين فولت. هيطلع كام? واحد وتلاتين وكام ليه? وتمانية من عشرة. يعني كأن الشاحن ده احنا قلنا عليه من غير ما يقول عليه يطلع كام الشاحن ده? اتنين وثلاتين امبير. ليه لان واحد وتلاتين وتمانية من عشرة كأننا اتنين وتلاتين فهو الشاحن اتنين وتلاتين امبير. جبناها ازاي? يبقى انت عشان تحسب تاني. عشان تحسب التيار بتاع الشاحن. تعمل ايه؟ تاخد القدرة? تقسمها على الجهد، والله لو سنجل فيز، هو كاتب لك أو سنجل فيز هنا، تقسم على ٢٢٢٠ طيب لو سري فيز، يعني لو قال لك ٥٠ كيلو، خلينا نأخذ فيه شاحنة، اهو احنا بصينا هنا ـ٠٠٠٠٠ ـ ٢٠٠٠٠٠ بس في حاجة مهمة جدا فيها إيه تقسم على إيه ثاني؟ خدناها يعني أنت هذه لكت عايز ٥٠٠٠٠٠، صح؟ هذا التكالكوليتور فاني مش عارف ألا قفلتها لي لو أتلك ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ كيلو، يعني ٥٠٠٠٠٠ هذه خمسين ألف على تلتمية وتمانين يساوي هل الخمسين كيلو يطلع الأنبير بتاعه مية واحد وتلاتين لا المفروض هقسم على جازر ثلاثة اللي على واحد بوينت سابعة اثنين جازر ثلاثة واحد المفروض واحد بوينت سابعة واحد اثنين وسبعين تقسم على جازر ثلاثة هتطلع مثلا سبعة وسبعين او ستة وسبعين مثلا أمبير ليه لان انت هناك عشان تطلع الأمبير عشان اخدنا المعادلة بوور بي بتساوي ايفي في ده في حالة السنجل فيز اما بتساوي جازر ثلاثة ايفي في حالة سري فيز فلازم تقسم على مين على جازر ثلاثة ما تنسهاش دي المهم ان احنا الشاحن بتاعنا الشاحن بتاعنا هنعمل ايه اسامنا السبعة كيلو او السبعة تلاف على امتين وعشرين طلع تقريبا اثنين وثلاثين امبير فاحنا فهمنا الدنيا ماشي ازاي الاوتبوت فولتش او ايه اسي هل هو بيطلع سري فيز ولا سنجل فيز ممكن انا يكون الفيش بيطلع تلاتة سنجل فيز او يبقى هي الفيش نفسها بيطلع سنجل فيز و سري فيز فبقولك الاوتبوت فولتش في اوتبوت هتطلع اي سي سري فيز تلتمائة وتمانين لحد ربعمائة و خمستاشر ده طبيعي او ربعمائة و ربعمائة و خمستاشر هو بيقول لي هنا ما يهمنيش انه قيمة هل هو داخل يعني انا مثلا زي ما قلت لك في الفيت عندك اللوحة الرئيسية اللي جاي من شركة الكهرباء جاي سري فيز بس الافياش كلها اللي طلع عندك انت ايه سنجل فيز فهو لما ييجي وصل الشاحن هيوصل على السنجل فيز ميتان وعشرين بالرغم ان هو مدخله تمام القيمة بتاعت سري فيز فهو بيقول لي الاوتبوت كارنت هنا ده هو واحد فيز اتنين وثلاثين امبير اللي هو التيار اللي هيطلع و احنا حسبناه طلع واحد وثلاثين و شوية يعني تقريبا اتنين وثلاثين الكنيكشن باور تقريبا سبعة كيلو ممكن تبقى سبعة كيلو ممكن سبعة واربعة من عشرة الحد سبعة واربعة من عشرة يعني الدخل بتاعه تلاتة فيز تمام بس اللي هيطلع الانبوت كارنت اللي هيطلع يغزي السيارة هيبقى ايه سنجل فيز الابريتنج فريكوانسي مهمة جدا احنا قلنا التردد في العالم كله اما خمسين زي مصر او ستين زي السعودية يا خمسين يا ستين نمبر اوف فيز دي مهمة جدا القول الفصل هو سنجل فيز ولا سري فيز هو سنجل فيز الفيشة اللي تطلع دي سنجل فهي واحد فيز طيب التقريض التقريض دي هاشرح لها محاضرة لوحديها اللي هي ايه انواع التقريض في حاجة اسمها التي تي وفي حاجة اسمها تي ان في حاجة اسمها تي ان سي و تي ان سي اس هنشرحهم دي انواع التقريض بقى كده نمبر اوف ار سي دي الكتريك فيكي سابلاي اكيوب من في حاجة بيسموها ريزيدوال كارنت ده عبارة عن سيركيت بريكر سيركيت بريكر بيحط له سيركيت بريكر أو رزيد والكارنت مونيوترينج عشان يقدر لو زاد التيار يحمي يعني انت لو فكت من جو هتروح تلاقي هنا رزيد والكارنت زي سيركت بريكر كده بيفصل عن الدايرة طيب المينيتشير سيركت بريكر هده محاضرة عن السيركت بريكر لان الموضوع سيركت بريكر ده انتم ماخدتوه لازم اشرح انواعه منيتشير سيركت بريكر وموندد كيس سيركت بريكر وإير سيركت بريكر لانه من الحاجات المهمة جدا في الشغل بتاعي. دي كلها حمايات. واللي تحتها برضو حمايات. يعني افرض الجهد زاد. بتاعك من الدرجة التالتة. فهي. من الدرجة التالتة. طيب لحد 40 أمبير. يعني حتى لو الأمبير بدأ يزيد شوية في دواير هتعمل حماية لحد 40. بالرغم من النوع 32. تمام. الامبيانت اير درجة الهواء المحيطة من سالب 30 لحد 50. والامبيانت مبريتشر من سالب 50 لحد 80. ودي حتة مهمة جدا هنا. في مين؟ في السعودية. ان انت درجات الحرارة بتاعتك بتزيد عن الاربعين. فهو يقول لك الابريشن لحد مدية بخمسين. ولو انت خزنت ممكن استحمل لحد 80 درجة سليزيز. طبعا بقى كده حكاية الالتيتيود والكلام ده اللي هو ارتفاع من مستوى سطح البحر. الفين متر فوق مستوى سطح البحر. الكميونيكيشن انترفيس. ازاي انا اصلا هدخل على الشاحن ده? هدخل على الشاحن ده من خلال وصلة اتصال واي فاي. او من خلال البلوتوث. تمام? يبقى انا هدخل يا اما بواي فاي يا اما بلوتوث. طب الانيرجي ميتر طيب نوع فيه حاجة بتقيس الكهربا? ميتر. فيه حاجة بتقيس قياس عداد? ايوة فيه اي سي ميتر. حاجة بتقيس الكهربا اللي داخل لو بتقولي ان ده متين وعشرين او اكتر او اقل. الانكلوجر الانكلوجر اللي هو الجسم بتاع الجسم بتاع الشاحن. هل ده اندور ولا او دور؟ مهم جدا. هو قللك والله الانكلوجر ده ينفع ان دور؟. تمام? وينفع او دور. يعني لو جات عليه مطر او شمس مفيش مشاكل. ده محكرة. هناخد حاجة بسموها الـ i b الانديكس بورتيكشن. بعدين الموتنج. الموتنج اللي هو التسبب. ده يتثبت فين? ده يتثبت والموتنج. لازم يتثبت على الجدار او على الحيض. تمام? الـ اي بي اربعة وخمسين يعني ينفع يركب برة. ولو ركب برة في الشمس والمطرة مش هتأثر بعد كده في عندك الاي كي اللي هي درجة الحماية الميكانيكية ضد الطرق والحاجات دي اللي هي بيسموه اي كي زيرو تمانية هاشرح بالتفاصيل الكلام دي تاني ان شاء الله على كذا واحد يعني هتلاقي نفس الكلام انا عايز بس تبقى انت عارف التكنيكال داتا اهو دخلنا ازاي في التكنيكال داتا والجهد والكلام ده والانبير والحمايات والكلام ده بقى كده كل ده كله كلام بسيط اللي هو ايه الابعاد الدبس عمقه كام اللينز الهايت الوزن تمام ده كله هيدي لك تفاصيل جسم الشاحن طول وعرض وارتفاع والكلام ده تمام ده كله تفاصيل الشاحن طب الشاحن ده وزنه كام تمانية واربعين كيلو جرام تمانية وربعين كيلو جرام لما أجد أطلب بقى ordering لو أنا طلبت الاب بي والكونتري أوف ارجين من تشاين هطلب بالرقم ده لازم أطلب كمية تبقى على الأقل 8 بيسز تمس الشواحن مش هيبيحلي بالشاحن كمام والإي إي 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 ده الرقم الداخلي اللي ملتلك عليه ده موجود فوق هو هو برضو نفس القصة المهم من نوع ده كوله أرقام وأكواد عشان أطلب الشاحن ده بعينه بالرقم بالموديل بتاعه اللي هو إي إي اللوت مانيجمينت ميزوت دلوقتي أنا لما أجي أركب بقى في حاجة اسمها الأوسي بي بي بيس ده نظام الفاتورة أو الشغل هيتم إزاي هحسب إزاي بقى على الشحن هنشرحها برضو دي هتيجي بعد كده الستاندرد إيه هي الستاندرد أو الأكواد يعني أقول لك كود البناء السعودي بيحكمني كود مش هعرف شركة الكهرباء الستاندرد ال-EN-61-851 والكلام ده كله هو الريولاك وال-IAC دي الأكواد اللي بتتكلم عن شواحن السيارات الكهربية من نوع